وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية لأول مرة وكثاني دولة عربية تنفذ فيها المبادرة بعد الجمهورية التونسية قادمة عبر صالة المبادرة في مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء حيث كان في استقبالهم ممثلوا الجهات المنفذة للمبادرة ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في المملكة المغربية استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن وحرص خادم الحرمين الشريفين والسموي ولي عهده الأمين على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم